عندنا تليفونات نزلة تتبرع وأحب أنه أشجعك أنه أنت همينك ترفع سماع التليفون والمبلغ وصل إلى 25 ألف المبلغ التعهد والمبلغ لهذه نشكر الرب والمبلغ اللي نحتاجه 300 ألف فبس إحنا عيوننا عن الرب هذا هو الأسبوع الأول فبس نحب نسمع من عندك أيضا بأي دعم بأي مشاركة إذا الرب لمس قلبك من خلال عمل آرامية إذا عندك اختبار وإحنا نسمع دائما يعني خلال النهار التليفونات اللي تجي بالرسائل نسمع كثير كثير اختبارات حلوة الرب شون يتعامل شون شفه شون استجاب لصلوات قسم يطلعون على الهواء قسم ما عندهم الشجاعة أنه يطلعون على الهواء ويتكلمون يعني البرحة أنا كنت موجودة بالأرامية قبل ما أطلع ساعة 8 ونص كانت بالليل اتكلمت مع وحدة أخت انطت يعني دعم الأرامية وقلت لي أنه أنا فعلا قبل ثلاث أربع سنين يعني تعرفت كنت مسيحية بس ما كنت أقرب الكتاب المقدس ما كنت أعرف أي شي عن كتاب المقدس بس من خلال آرامية تعرفت على الرب وقمت أقرأ الكتاب المقدس وأعرف الشيء اللي شكرت نقلت لها أطلعي قولي الاختبار قالت ما أقدر يعني صعب علي فنشكر الرب أنه أكو اختبارات عديدة يعني الرب دي شجعنا بيها وأرجو أنه نسمع من عندك إذا عندك صلاة أو إذا عندك تبرع أخو لي الحقيقة فيه دروس بناخذها من الفقرة اللي قرأناها شكر الرب من أجل الكتاب المقدس اللي كله كتب لقى أجل تعليمنا وتقويتنا وتعزيتنا الشيء اللي عزاني في هذه القراءة أولا مثل ما حكى القسيس يوسف حبيبي أنه الغربان الغربان نعرف من الطيور التي لا تهتم بفراخها يعني فراخ بس تحط الفراخ وخلاص بطير لكن الرب اللي هو يقوتها والشيء العجيب اللي قرأناها أنه هذه الفراخ بتصرخ لله كيف تصرخ لله بتصرخ لله لسانها بيطلع فتعطر زي ريحة عطر زي الزهور بتيجي الحشرات وبتوقف على اللسان وهي عم تصرخ وبتبلع وبتأكل الأكل المرة ثانية تصرخ وكمان شوف الرب كيف يعني ربت بالأمور هذا طريقة معجزية طريقة اللخة في اللي حكى نو أرمرد بيسيدة الشيء المعازي هنا واللي ناخد منها درس عظيم بيحكي في عدد داعش وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال هاتي لي لو بس علامة خط هاتي لي كسرت خبس في يدكي شوف جواب الأرمر إيش كانت حكت له حي هو الرب إلهه كأنه ليست عندي كعكة ولكن كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكورة وها أنا ذا قش عدين لي آتي وعملوا لي ولي ابني يعني أم أول مرة تفكر بابنها ولا بنافسة أول مرة إله أول مرة تفكر لي أحنا عدنا قاش وراح أسوي أول مرة لي أنا أكل كعكة وبعدين ابني يعني صور إلى أي درجة لكن رد إلي إيش كان فقال لها إليا لا تخافي أدخلي واغلقي وعملي وعملي كقولك ولكن أعملي لي مرة ثانية رجع لي فهون رمز إليا للرب الرب يقولك أول مرة أقدم إلي وأنا راح أعتني بي لكن احنا مرات كثيرة بنخاف بنفكر بنفوسنا أكثر ما فكر حتى بأولادنا وفيه اختبارات كثيرة ناس اختبروها وأنا واحد من ناس اختبرتها لما كان كنت في عوز الأرامية في عوز تحتاج إلى مبلغ على مولة تمشي لستة شهر ونعرف أنه كل المؤمنين اللي موجودين والذين يتفرجون نحنا بنقدر عطائكم ونشكر رب من أجلكم أنتم همنا في عوز في احتياج ما فيش بيت ما فيه احتياج ما فيش بيت ما فيه اعواز كأنه كلتنا كعائلة محتاجين لكن كيف بيحكي أنه كيف كان في أيام الكنيسة الأولى اللي كان عنده أو ما كان عنده كانوا كلهم مكتفين لأن اللي كان عنده كان يعطي للآخر وإنت اللي راح تعطي مرة ثانية راح قرر بيسدد احتياجاتك أنا بذكر في أخك أنه ألمانيا في وقت الحرب أخوة من مصر بعثوا لهم كمية مبلغ يعني ما بعرف كيف في وقت الحرب العالمية الثانية وذلك مبلغ بسيط لحد الآن الأخوة المصريين عم بينالوا بركات ألمانيا بتبعث لهم مساعدات لأنه في حرب العالمية الأولى ما بعرف كيف يمكن ما بعرف 100 دولار بعثوا لهم ما بعرف لكن لحد الآن عم بيستغنوا من البركات اللي بيعطوها الألمانيين بيبعثوها الأخ ومصر ما بينسون اليوم اللي وقفوا معاهم في الحرب العالمية الثانية وأخير مشاهدة أنا بشجعك وبشجع خواتي المشاجعات كل بشجعهم أنه الرب عارف احتياجك والرب رح يسدد هذا احتياجك لكن أولا ضعوا الرب أولا بكم أعملي لي أولا وبعدا الرب رح يسدد احتياجك واحتياجك العالمية له وكل المشن شكرا يا أخو لي وهو يعني أنا بس أحب أيضا أشكر كل الأحباء اللي كانوا شركاء معانا بالخدمة اللي حد الآن أكون الكثيرين اللي دايشاهدونا هم كانوا مع العرامية من أول يوم وهو من خلالهم فعلا الرب استخدمهم واستخدم عطاءاتهم وإحنا لازم نذكرها ونشكر الرب عليهم على محاة يعني القسم من عندهم كان عندهم بإمكانهم وكانوا يدعمون ويشجعون والقسم كانوا من عواز يعني من حاجتهم كانوا ينطون الأشياء البسيطة فأنا أشكر الرب على إيمانكم أشكر الرب على محبتكم وأنتوا بواسطكم وبتشجيعكم الأرامية وصلت إلى ما إحنا عليه الآن وأنا أدعو كل الأحباء اللي يعني يشوفون اللي متبرعين واللي يعني مساهمين معانا أهلا وسهلا بيكم هنا بالأرامية من تكونون في مشجن تصدوا بالأرامية نحب نشوفكم بس لازم تتصدوا أولا وتاخذوا الموعد حتى إحنا تجون هنا وشوفون الخدمة اللي أنتوا دا شجعوها دا صلون إلها وتدعموها لأنوا أنتوا شركاء معانا بالخدمة ونأخذ الاتصال لدينا أخت مؤمنة معانا على الهواء أهلا وسهلا بيكي I'm sorry الصور إحنا بقينا شوية بقيناك على الخط بليس عاودي الاتصال ورح نأخذ الاتصال رأسا يعني إحنا كنا نتكلم بدي أعمل تعقيب على القصة بتاعتنا اليوم أنتوا عرفتوا أني إليا كان أول شيء عند نهر كريث المقابل لنهر الأردن والنهر جاف يعني ما فيه مياه ليشرب بعد هيك والرب يقول له انتقل من كريث إلى صرفة ولما بحشت عن كلمة صرفة شو معنى كلمة صرفة صرفة معناها فرن متوحج بالنيران وكل شيء يتحط فيه يسحقه ويصفيه يعني إذا حطوا فيه حديد يأخذ الوسخات من الحديد ويصفيها ويطلعها معدن نقي إذا حطوا فيه أي شيء ينقيه أول شيء يجب أن نتعلمه من هذه الأشياء مين قال أن الخدمة سهلة مين قال أن الحياة سهلة النقل من مكان جاف إلى مكان ملتهب ربما تقول أنا هل في مشاكل كثير أنا عايش في نار ملتهبة لكن الغرض من ذهابه إلى صرفة لقابل هذه الأرملة أن رب يدخله في تجربة لينقيه أكثر أكثر وأكثر ليصفيه أكثر وأكثر ربما تقول شايف الأحوال كلها صعبة أنا في صرفة حاليا يعني المكان صعب جدا ما فيه شيء في الحياة سهل إذا تقول لي أنا ما عندي مشاكل أنت ميت يعني كل إنسان بيجوز باختبارات ثانيا أن الله لما يبدأ عمل ما بيعطينا نهاية العمل يقول أنا هرسلك لهذا المكان ابقى آه صعب كتير المشاهد يعني في اليومين اللي احنا عايشين فيها يعني بنشوف الكنيش تغلق أكثر ما تنفتح شو يا رب انت بعيتني لهون شو خدمة الأرمية شو بتعمل الخدمة في الأرمية صعبة مش سهلة عشان هيك بنيجي إحنا نكلمكم عن الخدمة عشان تشاركونها في عمل الرب في النهاية الله إذا سقل قلبك بالعطاء وإنت في صرفة حاليا أنت في وقت صعب من غير عمل فيه بظروف كتير جرب بارك الرب جرب اخدم الرب جرب اعمل فكار من الرب جرب تعطي للرب والبركة جزيلة طبعا زي ما ذكرت لما الرب بيبدأ بين خدمة بيقولنا روحه بس ما بيقولنا انت تنتهو تستمر الخدمة عمل الرب مستمر لأن بركاته ستستمر